أهلا بكم الأسبوع اللي فات وإحنا بنتكلم عن الأزمة المالية العالمية وإزاي اضطرت معاها بعض الصحف الأمريكية الكبرى إنها توقف إصدارها بالورق وتكتفي بالظهور على الإنترنت قلنا إنه أسوأ ما في الأمر إنه لما تموت الصحافة يحيا الفساد لما تم التغطية والتعمية على المعلومات تحصل الكوارث وهي الأسبوع ده حصلت الكوارث حصل زلزال إيطاليا رغم إن حكومتها كانت عارفة قبل كده إنه حيحصل لكن الحكومة خسفت الأرض بتقرير عالم إيطالي كان توقع كارثة زلزال قبلها بشهر فحصلت المأساة المروعة اتهزت أرض إيطاليا تحت التاريخ بمبانيها اللي عمرها مئات السنين كانت مفاجأة بالنسبة للضحايا 270 أتيل وأكتر من ألف مصاب دمهم مؤكد في رقبت رئيس رأي إيطاليا الأحمق بيرلسكوني إنما حكومة بيرلسكوني مهما كانت جريمتها تبقى فين وإحنا فين إحنا أسادزة أسادزة في التغطية والتعمية والتعتيم والتكتيم على المعلومات واحد من الأسادزة في حكومتنا العربية الرشيدة هو الأستاذ الملكي رئيس وزر العراء الأستاذ الملكي كان مبسوط في الكم شهر الأخيرة اللي فاته لأنه البلد كان فيها استقرار أمني نسبي مقارنة بالوضع الدامي في العراء طول السنين الستة اللي مرت على الغزو لكن في الأسابيع الأخيرة اللي فاتت بدأت تبان بعض المؤشرات على اختلالات واختراقات أمنية في مناطق عرائية مختلفة لكن حكومة الأستاذ الملكي نظرا لتمسكها الشديد بالتقاليد العربية الراسقة كانت دايما بتغطي على الأخبار كان همها الأول في الأسابيع الأخيرة بالذات الإشادة بالأمن في العراء لكن من حظاه السيء وقت ما انعقدت القمة العربية من أسبوعين في قطر انكشفت الأمور لما تنازل العراء عن انعقاد القمة اللي جاية في بغداد وبذلك انتقلت إلى ليبيا سبب التنازل كان واضح للكل السبب هو بدايات للتدهور في الوضع الأمني في عدد من المدن العرائية منها الموصل المثلا اللي قيل انه تفشت فيها الاغتيالات والسلب والخطف والدبح وفي عدد من المدن التانية ما كانش الوضع أحسن بكتير عوامل التدهور كانت متعددة ومركبة منها انه بدأت الأخبار تطلع عن تراجع الانتشار العسكري الأمريكي منها ان القوات الأمريكية بدأت تهرب من العراق عساكر شركة بلاك ووتر المرتزقة اللي كانوا مكلفين بالأمن منها انه بدأت بشاير على عودة البعثيين إلى الساحة وتقارير عن انهم بيتوحدوا مع تجمعات المقاتلين لاحياء المقاومة العراقية لكن ما فيش شك انه من أهم أسباب تدهور الأمن محاولات الحكومة اخضاع مجالس الصحوات مجالس الصحوات دي قوات شكلتها العشائر في أواخر سنة 2006 انضمت للقوات الأمريكية عشان تحارب المتشددين في تنظيم القعدة وتحمي مناطقها من هجماتهم الحكومة بدأت مؤخرا تفتت هذه القوات وتبعدها عن الجيش وعن الشرطة وتوزع بعض أفرادها على مؤسسات ووزارات حتى ان قادة الصحوات هددوا بالابتعاد عن الحكومة اذا ما تصرفتش مرتباتهم في وقت سريع مجالس الصحوات دي كان لها دور مهم في إرساء الأمن وفي التقريب بين السنة والشيعة مع ذلك الحكومة تنكرت ليهم وانقلبت عليهم وبدأت حملة اعتقالات في صفوفهم ويوم الجمعة اللي فات بالذات تأزم الموقف أكتر لما حصلت غارة جوية أمريكية على مسلحين من بينهم مخاتلين في الصحوات كانت الغارة في وقع الأمر إعلان عن انهيار الصحوات في العراق بعدها حضر عدد من المحللين أن استهداف الصحوات بيهدد بإعادة العراق إلى المربع الداني وده للأسف اللي حصل يوم الاثنين اللي فات ستة عربيات مفخخة ضربت بغداد رح فيها أكتر من مية وخمسين أتيل وجريح حتى إن الجرائد وصفت اليوم ده بأنه لتنين الأسود في بغداد اللي رجع بغداد سنتين لورا تاني يوم يوم الثلاث كمان حصلت واقعتين تانين عربية مفخخة انفجرت في الكازمية بـ 28 أتيل وجريح وفي نفس اليوم لما أوباما زار العراق زيارة مفجأة اضطر يستدعي الأستاذ الملكي لقعدة عسكرية أمريكية لأن أحوال الأمن السيئة في بغداد منعته من الوصول للمنطقة الخضرة يومها تأكد أن أمن بغداد فعلا في مهب الريح إنما مهما كانت سلسلة الانفجارات دي مأساة بالنسبة لبغداد فأقول للحضراتكم إن دا مش هو الحدث المروع اللي حصل في العراق الإسبوع ده الحدث المروع فعلا هو كشف جديدة الجارديان البريطانية عن مأساة الأطفال للبيع اللي كرتتهم تضعفت باستغلال العصابات للعائلات الفقيرة تضعفت بفساد النظام بتقول الجارديان أنه فيه 150 طفل على الأقل بيتباعوا كل سنة في العراق مقابل ما بين 300 دولار و 6000 دولار في عصابات منظمة هي اللي بتقوم بشراهم وتهربهم لبلاد أوروبية في مقدمة هذه البلاد سويسرا وآيرلندا وبريطانيا وسويد بيحكي مراسل الجارديان قصة أم سمها بالاسم سارة التميمة عمرها 38 سنة عايشة في محافظة بابل أرمالها عندها خمس أطفال باعت طفلين منهم وياريتها أبطت تمن ياريتها كمان المهرب ما دفعلهاش بتقول للمراسل بتقول للمراسل يمكن تفتكرني من فصيلة الوحوش لكن لو عرفت حالتي حتقدر البؤس اللي أنا فيه أنا عايشة في معسكر مهجرين لا ليه زوج ولا ليه معيل فقدت زوجي لما كنت حامل في الطفل الخامس عملت كل شيء عشان أخلي أطفالي معايا لكن ما عرفتش أأكلهم بحبهم صحيح لكن عارفة إن اللي اشتروهم حيوفروا لهم عيشة أفضل وأكل وتعليم ما أقدرش على مصاريفه مأساة أم مأساة تكتب في رويات مأساة آلاف الأمهات مأساة بلد من أعظم الدول العربية وأعرق الدول العربية وأغنى الدول العربية ده اللي حرض على العراق كلاب أمريكا إنه غني حرضهم البترول وحرضهم كمان الغاز اللي معروف من زمان إن كمياته مهولة في العراق لكن من يومين بس أعلنت شركة شيل إنه حيخلي العراق الغاز يعني حيخليها أهم مصدر في المنطقة بكرة ممكن صحيح يكون العراق أهم مصدر للغاز لما النهاردة النهاردة العراق أهم مصدر للأطفال النهاردة العراق أهم مصدر للاجئين في العالم أكتر من أربعة مليون لاجئ ولسا الأمم المتحدة الأسبوع اللي فات بتتوسل لحكومات أوروبا أنها تقبل ستين ألف لاجئ فتكرمت ألمانيا قالت حقبل مية اتنين وعشرين العراق النهاردة بيتصدر دول العالم بعدد المعاقين العراق النهاردة العراق بلد الرافدين بلد ديجلة والفرات بيتصدر الدول المحرومة من المية بيسبق الصومال وسريلانكا بيسبقهم في الحاجة إلى مياه الشرب دي آخرة الغزو الأمريكي آخرة الاحتلال الأمريكي اللي لسا بعضهم بيسميه باسم الدلع التواجد الأمريكي زي الجماعة في الخليج ده كمان اسمه عندهم التواجد الأمريكي ده اسم القواعد الأمريكية في الخليج اللي بيتهيأ لهم إنها هتحمي الخليج من إيران ولا مش عارف من أنه جن أزرق القواعد اللي ما بتحميش حد منها ولا هتحمي حد منها يوم الزنقة القواعد اللي ما عرفتش حتى تحمي مياهنا الإقليمية من شوية عصابات بدائية العصابات القرصنة في خليج عدن اللي خطفوا في الثلاث يام اللي فاتوا خمس مراكب جديدة سفينة بريطانية واحدة من تايوان وسفينتين من اليونان وكمان سفينة ألمانية عليها 24 بحار وأخيرا إمبارح سفينة أمريكية سفينة أمريكية عليها 27 بحار أمريكي ما عرفتش تحميها أساطيل أمريكا في المنطقة ولا قواعد أمريكا في المنطقة هتحمينا احنا إزاي القواعد اللي شغلتها الهجوم مش الدفاع القواعد اللي شركت في الهجوم مع العرق اللي ساهمت مع قوات الأطلنطي في الهجوم على البلد الشقيق المسلم أفغانستان القواعد اللي سندت قوات أثيوبيا اللي احتلت البلد الشقيق المسلم العضوة في الجمعة العربية الصومال القواعد اللي أفسدت ذمم الحكام وأخلاء الشعوب القواعد اللي تشكلت من وراها وفي ظلها مفيات التهريب وعصابات الخطف والنهب القواعد اللي بتشفض بيها أمريكا وبريطانيا ثروة الخليج وقرار الخليج ومستقبل الخليج ومين عارف بعد اللي حصل في العراق مين يقدر يأكد لنا أنه مش حييج اليوم اللي تسبب فيه القواعد دي في بيع أطفال الخليج بعد ما اشترت رجال الخليج